مجددا صباح الخير لألكم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد من بعد الرياضة والأبراج حان الوقت نستقبل ضيوفنا لقاءنا الأول بجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام أستاذ محاضر بالجامعة العالمية ببيروت موضوعنا الصداقة ومفهوم الصداقة أهميتها ودورة بحياة الإنسان كل التفاصيل بلقاءنا مع دكتور طارق اللحام مولينا صباح الخير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الرياضة اليوم اليوم رياضيا خلينا نشوف أديب الصداقة في روح رياضية أديب تحكمه أوقات روح الغيرة والمصلحة وأوقات زيحة أعود محلك نعم أساس تحت عنوان الصداقة بس للأسف تجأ أو قادر خلينا نحكي شوي عن صداقة مفهومة أول شيء ودورة وأهميتها بحياة الإنسان هيدا العنوان اللي انطلقنا نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا شك الصداقة العنوان لكن أنا بدي أحكيك بدي أبلش عن المريم نقول نحنا بالعامية المرآت وأهميتها حتى كان سيدنا النبي محمد بكل سفر يتكون معه المرآت وحتى أنا وفيت على استيديو بشوف غرفة المكياج بتسموها نعم نعم حتى بصالة الانتظار في مريم صحيح وبغرفة الميكاف والشعر يعني حتى بالبيت عندي أو عندك أو عند أي واحد مننا بتطلقي ناشر بكل مطرح مريم وخصوصا النساء يعني فيكون عندهم اعتناء أكتر ليه لأن المريم بتظهر لك حقيقة منظرك بتظبط وضعك غرادك وجهك إذا شفت شيء منه ظابط بتصلحه يعني إلى غير ذلك لكن في مريم بتضخم أحيانا بتلاحظ مريم السيارة بيحطولك أحيانا لا تعطيك البعد الحقيقة مضبوط لأنه في شيء بضخم أو بيقرب أو بيبعد أو بيزغر الصاحب ورد في الحديث المؤمن مرآة أخيه شو يعني؟ يعني بيأرجيك حقيقة عيوبك حتى تصلحها مش لا يفضحك وإذا كان فيك شيء منيح حتى شو تعمل تستمر وتنطلق بعملك يعني الصديق من الصدق تعريفه هو الذي من يصدقك القول والفعل مش بس أقوال صداقة صداقة حتى بالشباب بيقولوا من باب الملاطفي ولكن هي أحيانا مضبوطة وواقعية أنه بتلاقي أصدقاء بعدد رأس شعرك الله أنا وإياك شعرنا خفيف استاذ إلي وعند الحقيقة أو الحاجة بتلاقي حالك ما لك شعر لوحدك معناته من يصدقك القول والفعل هذا تعريف الصديق طيب مولينا اليوم يعني مشوف صداقة من هيدا النوع قدي الإنسان الصادق والصديق لما بده ينصح يعني صديقه قدي بده يكون عنده قدرة على التجرد من غيرته من أنانيته من أفضلية الآخر عنه لأن اليوم بمجرد تطرح سؤال اليوم هلأ بالفقرة الرياضية أنا كيف كان أدائي بيقولوا لك منيح إنما أو لكن يعني دايما بده يكون فيه انتقاد وإذا بتدير دينتك لهيدا الانتقادات كلها سوا لأن صرنا نضيع بين عن جد الصادق والغير الصادق فيه انتقاد بناء بنسميه وفيه انتقاد اللي هو تنقير بنسميه بالعامية يعني اللي هو بس حتى يمرك عليك يمرك عليك أو يعلم عليك بالعامية لا نحن منقول الصديق هو الذي ينصحك عند الحاجة ولا يفضحك ولما تكون في حاجة للنصيحة مش العتاب الذي لا خير فيه شي يعني قال إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي تعاتبه يعني إذا كنت شغلي أنا بدي نقر عليك ووقف عليها حتى ببيتك حتى مع ولادك حتى مرتك بتطفش منك ليه لأنه ما فيك تعاطب بكل شي الصداقة لا يعني العتاب لا يعني كثرة العتاب الذي لا خير فيه بل نصيحة فرق بين النصيحة وبين الفضيحة بين النصيحة وبين الجدل اللي ما له خير نعم فالصديق أنا بنأقي إذا كان هذا الإنسان بأرجيني عيوبي لصلحه مش بس لي أنه أنا كلمشي عليك وحدة وأنا إلي عليك وأنا فوقك وأنا أفهم منك وأنا أعلم منك وأنا أقوى منك وأنا 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 لا إنما من باب الغيري علي فضيلة الشيخ دكتور طارق اللحم يعني أكتار قبلنا عاصروا هذه الحياة نعم واليوم التاريخي بيذكرون نعم اختباراتهم بالحياة بتقول أنه الصداقة كتير مهمة بس رغم أهمية الصداقة وهلا بدي أخد رأيك رغم أهمية الصداقة ما تسلم كل أسرارك دايما خلي جانب مظلم لألك وحدك لأن ما بتعرف الأيام كيف تمرق وهيضا الصديق اللي بتبقى أنت ما تمنع على أسرارك بيوجعك بسر أنت مسلمية وبيأذيك لهذه الدرجة نعم فاليوم إذا بدي أسألك يعني صفات الصديق الحقيقة نعم شو هي وكيف هي أنا يعني هيك خضعه لتجارب حتى اكتشف واتأكدوا أن عجلت صديق حقيقي بيقدر فيه وسلم وأسرارك نعم أول شيء ما بدي يقول بدي يخلي شيء مظلم في حياتي لا بدي يقول شيء احفظوا لأليه يعني ما يتجاوز الشفتين لأنه يبطل سر أو ما يتجاوز أحيانا الشخصين الصديق أول شيء بدي يكون وفي والوفاء كلمة كبيرة هذه بدي حلقة لحالة بدي يكون أمين من الأمانة ما يبوح بسرك ما يبوح بسر ما رآه فيك وحولك وبيتك وواواوا بيحفظك بغيابك بيحفظك بمالك بيحفظ أهلك بيحفظ أهلك ليه لأنه كمان أنا صديقي أهلك كأنهم أهلي بدي يكونوا وهيدا الإنسان ما بيغشني بس ما في عقد موقع عن الطرفين حتى تقدر تحاسبه أو تهدده عقد عن كاتب العدل إذا بتفضح لي سري بيفضح لك سر بس شو بيقولوا السفر مثلا يسفر عن أخلاق الرجال كمان بتحكوا بالمال بتحكوا عند الشدة بتحكوا عند لمصيبة عند إذا غضب بيرضى ضغري معك ولا بيربي حقد بقلبه الرسول قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا بعدك عم تقول أول الحلقة أنه بده يشيني حتى يحط يعض محلي هذا ما أنه صديق بمعنى الوفي نعم إنما هذا عنده حسد لإليه بيسيء الظن فيه أنا بدي ألتمس لخي وصديقي وحبيبي أعذار حتى لو سبعين عذر لأنه كلمة طرعت منه ما بدي كل كلمة يكمشها وقال له ما بجمع حدا حولي كله ينفض من حولي فأنا بقول الصديق نعم بده انتقاء يعني على الميزان ما بقوله وبالتجارب بتحكوا واحد سألوه بتعرف فلان قالوا إيه قالوا جربته بالمال قالوا لا قالوا لكن ما بتعرفه جربته بالسفر أيوة ليش بالسفر تحديدا لأنه أنت حتلازمه أكل شربه ونامه وقعدي فهيتكشف كل وضعه فاللي كان معك ساعة نص ساعة هيداك قد يكون عم يشد أحده لو يظهره أما بالسفر وضعه هيظهر عليك تماما نعم فلذلك الصديق بيكون أحيانا بالمدرسة وبالجامعة وبالشغل وبالطريق هون يبقى كثرت هؤلاء مثل السوبر ماركت بتفوت أنت بدك خضرة فواكي تفاح بيكون عرضين لك مثلا مية حبة بتصير أنت بدك عينك شي أفضل حبة ليه؟ لأنه نفسك ما يتلقلها هون ما بدك أنت بس الميل بدك تزينه بالصفات نعم فضيلة الشيخين إذا بنسمع نحنا حوارات فنانين أو حتى رجال سياسة أو ناس يعني تحت دائرة الشهرة والأضواء بيسألون عن الصداقات صرنا نفرق يعني بتسمعهم بيقول يعني معارف أصحاب رفقه وهو في كتير الأجندا ما بتساعة صحيح أنما منجي على الصداقة حتى يمكن ما بيتعدوا أصبعين أو ثلاثة أصابع من اليد الواحدة صحيح هل درجة صارت الصداقة عملة نادرة بمجتمعنا اليوم؟ يعني بتك تعملهم غربال ومنخل تنخلهم لأنه حقيقة ما تما قلت أوه شيء سر بس كمان في صفات كتير المال هذه وحدة بس في كتير أمور ما فوت أي واحد عبيتي مثلا ما ببعطيه سر ما ببعد ابني معه أو بنتي فإذن في أصدقاء كتار لكن اللي بيعتبره خليل ليش عبر بالقرآن عن الصديق بالصاحب الصحبة والخلة هذه الخلة بيكون أقرب الرسول شو قال المرء على دين خليله ليش قال خليله مش مثلا صديقه أو صاحبه بس هون كلمة خليل ما بتروح إلى ناحية البعض يعني مثلا بيقول خليلته أنه صديقته بعشرة جنسيا هلأ نحن التعبير اللي هو ورد في القرآن عن الزوجة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لأنه أنت قد تسر لابنك بس ما تسر لزوجتك لو كنت بتحبها وبتعشرها هذه مرته الواحد لكن عبر عنها بالصاحبة لأنه كمان تصحبك لكن الخلة أقرب طيب فضيلة الشيخ إذا بنحكي شوي عن أثر الصداقة على صعيد الفرد على صعيد عائلة هذا الفرد والمجتمع نعم ورد نحن بنسمع الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار في آيب القرآن يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليه لأنه أفسده بالدنيا حيلاقيها بالآخرة فالرسول بيقول عليه الصلاة والسلام مين بصاحب أنا قال الذي إذا رأيته ذكرك الله يعني تخاف رب العالمين الواحب يخاف رب العالمين شو كمان قال وإذا تكلم زادك علما يعني فيه منفعة منه مش عرض علم ديني ديني أو دنيا وهذه منفعة شو كما قال قال وإذا رأيته ذكرك الآخرة شو يعني ما معناه تحتو بقى بالجامع باستمرار الواحد يبقى بالجامع ولكن كمان إذا لقاني عم بشرد عم بنحرف بشدني أنت بتعرف أكتر اللي هلأ ابتله بالمخدرات شو سببها شاب بالمدرسة بالجامعة بالسنوية عرف على خذ لك الحبة فانشرط معه فإذن الصاحب وساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار وبيقولوا عننا قل لي من تصاحب شو بيقول لك أقول لك قل لي من تعاشر أقول لك من أنت ليه لأنه بتأثر إلا ما ياخد منه بعض الخصال طيب هون مولينا يعني بروح على سؤال عن تأثير الصحب السيئة ورفاء السوء يعني قلت حضرتك هلأ استشدد بمثل عن رفاء الدراسة بالمدرسة أو بالجامعة بس حتى هفضي هون بين هلالين لأن بيكونوا رفاء بيعرف أنه هيدا يمكن عطول بينزوي أنه بحزين عنده مشاكل شخصيته ضعيفة بيصطادوا لأن مش الكل وإلا على الدنيا السلام صحيح أول شيء بالنسبة لرفاق السوء وأثرهم على المجتمع والفرد منبلش فيه دايما نحن نحن نحكي بحلقات أخرى عن مواضيع تاني إذا كان ما حتبلش بالفرد والأسرة كنوات صغيرة وتكبر ما بيبشي الحال يعني بالمؤسسات الخاصة بالمؤسسات العامة بالمجتمع الضيق الواسع لابد أنه ننظر أنه فيه سوسي أنت هلا بتجيب صحارة بنادورة إذا وحدي فيه بيناتها معفني وتركتها شو هيصير تدرب لك البقايا فكمان أنا بدي شوف هاي دي شيلها حتى ما يأثر على البقايا هيك النفس فيه خصال بالواحد منه إلا ما يكتسبها مع البقايا هلا لاحظ أنت لما عملت رياضة بهالبرنامج اللي قبل إلا ما أخدت من المدربة إلا ما أخدت بعض الأشياء مع أنه طلت ساعة أو هاك شي ما النواق طويل فإذن الصحبة إلا أن تؤثر أن تؤثر على صعيد النواة الصغيرة وعلى المجتمع عن شان هاك نحن منقول دايما الإنسان مننا بده ينتبه نشوف أكابر كيف يتعاملوا يعني حاطيك مثال سيدنا عيسى عليه السلام مرأ شاف أصدقائه نحن منقول أو أصحابه أو تلاميذه اللي كان يدرسهم كانوا عم يصطادوا السمك هو شافهم قالوا شو ماذا تفعلون قالوا نصطاد السمك لاحظ كيف كمان هو صياد بمعنى بيعرف كيف يسحبه صياد ضشر للخير هو قال لهم تعالوا بنا نصطاد الناس خلا مش اصطاد الناس لأخذوا مصريات ومثلما يعملوا المحتالين لا اصطادوا للخير اصطادوا لعلمهم الشيء الحسن كونوا معي فأخذوا من شيء للهو يعني عم يسلوا عم يتسلوا أخذوا لشيء أنفع بس استعمل معهم نفس الشيء اللي عم يعملوه شو يعني هني عم يصطادوا قالوا نطعوا نصطاد الناس فإذن شوف كيف أثر فيهم إلى الخير وحاطيك مثال بيحفظ العهد الصديق بيحفظ العهد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عنده زوجة اسمها خديجة ماتت كان يجي لعندها امرأة عجوز اشتل عند الرسول بعد وفاة مرته شو قال لهم أكرموا هذه العجوز كانت تأتينا أياما خديجة شوف كيف أنه أنا بحافظ على الصداقة مع مرته بدي صادق ابني يعني مش بس أصدقائك اللي بيروحوا معك مثلا سهرة ضهرة رياضة كمان في عندي أولادي بدي صادقهم وصاحبهم وهون بقى عفوا ولا همك ولا همك هنا بقى الإنسان منك يفكر كيف يأثر بغيره بعدين إذا كنت أنت بمجلس ولقيت أصدقاء سوء أصدقاء خير بعض الناس يقول لك بروح بعد لحالي ما أبدي ورد في الحديث قال صحبة الخير خير من الوحدة حتى ما تأثر إلى انزواء مذبوم ممنوعة والوحدة خير من صحبة السوق إذا سكرت بوجك بس ما معناتها الإنزواء والكآبة والتوحد اللي بيؤدي إلى التوحد ليش بيقولوا لك من أقوى الأساليب بإخراج الولد من التوحد خاصة زي بعده أول أنه تخليه صاحب يصاحب الولد اللي بيعرف يسحبه نعم فالتوحد ونحوها من الأمراض كتير حتى اللي بيسموها زوات الحاجات الخاصة أو هلأ غيروا التسميات بغض النظر حتى اللي هو لا يعقل يعني بيكون مثلا بيعتبروا فاقد العقل شوف كيف الصحبة بتأسطر فيه طبعا فإذا ليش بيقولوا لك الكلب عنده وفاء يعني من الحيوانات لأنه بالتدريب بيدافع عن صاحبه بيخرمش اللي بيهجموا عليه طيب مولينا اليوم من نحن وصغر منكون يمكن رفقه ما كنا نعرف يعني مقييس الرفقه أو الصحبة أو الصداء نعظم بعضنا على بيوت الآخرين أوقات الأهل اللي بيلعبوا دور أنه ما حبيتوا يا أختي لاي ما حبيتوا شوفت منه سبحان الله يعني نحن منرفض بيصير في عنا هالتصادم مع الأهل تمرق الأيام بتلاقي أنه الأهل كانوا على صواب صحيح اليوم قدين إحنا لما منختار صديق بحياتنا لأن ما رح يكون بس صديقي متى ما قالت حضرتك رح يكون صديقي العيلة رح يدخل إلى بيت رح نستقبل ويمكن يأكل يشرب ينام عندي يحتك مع أخواتي وخياتي أمي وبي إلا ما هنالك أوقات يمكن إذا كنت أنا يعني أنا بتصير معي إذا كنت بعرف أنه أمي بحاجة لإله وأنا هون ببيروت بدأ لصديق طلع أمي سوف شبدة بكل سئة فأدي يعني مهم الخطوات نمشي فيها أول شيء الأهل أنا بقول وهذه طريقتي مع أنه بأرجي لابني وين عور أو التوكتي للصديق وبحافظ على صديقه بحاول صلحه معه ليه لأنه بلاقي أنه ابني معلق فيه بيتأثر فيه قبل ما تكانسله ودشره واتصامضا مع ابني يعني هون عم تلعب نفس اللعبة اللي عملها سيد المسيح مع الطلاب عم تصطاده بطريقة لجيبه إلى عمل الخير لأنه أنا بعرف أحيانا أنه قد يأثر الصديق على ابني أكتر مني فبدي أعرف كيف هالصديق أنا كمان ساعده باختياره اثنان ما دغري أنا بكانسل الناس مجرد غلطة صغيرة لأنه مين مننا ما بيغلط يعني إذا بدك تقول أنا ما بصاحب حدا ما بصاحب حدا ما بتشتغل مع حدا ولا بتعرض مع حدا ما فيك فإذن بس كمان هيدا بعطيه لها هيدا بفوت أنت لاحظ هلأ بتتصل بأي صديق هناك ولا بتتصل بكم واحد لتدخلون عند الوالدة الله يحفظ لك ياها فإذن الواحد مننا بيصير يعمل أنه هيدا بالشغل هيدا لأ بيروح معي وقت الكذا هيدا وقت الشدة هيدا حتى من الأرحام يعني وليد عمي وليد خالي نفس المستوى بيكون ما كلياتهم وما معناته أنا قد يكون شغالاتي ما قدرت أقعد معهم بس بتكون له مكاني عندي وصداقة خصوصا إذا كانت قديمة هلأ هون في أمر مهم جدا أنه يعني أمر انتقاء الأصدقاء نعم صعب صعب لأنه النفس بتميل دايما كمان الرئاسي يعني بدي يكون هو الموسيطر فإذا كانت شخصية اللي حولي قوية أحيانا بنفر منهم هذا كان موضوعنا الأسبوع الماضي مع بكتر زينة غصوب الأسود نعم عن التملك يعني حتى بإطار الصداقة بإطار الرفقة بإطار الصحبة فيه هناك يعني شخصيات عندها صفات التملك صحيح يعني بتخنق الآخر بيكونوا كتير أصحاب إنما هالتملك بيوصل لأكيد لحائط مسدود ولانفصال وعادتا بتفرط هالصحبة مية بالمية مية بالمية اليوم يعني انتقاء الصديق ما بعرف بعمر صغير يمكن حتى لو تقدمنا بالعمر بحقلنا نظل نختار أصدقاء نكفي نحن ويهن صحيح في عمر محدد لاختيار أصدقائنا نحن منقول قد تمتلك صديقا آخر حياتك يمكن بالمستشفى الله يعني نحن في ناس كان من أعز أصدقاء من صاحبهم في المستشفى اللي مات فيها ليش لأنه هيدا اللي عرف حده ويسي وقت كل الأصدقاء اللي بعدهم بيمشوا على أجريهم ما أجوا لعنده كلهم ونفضوا من حوله فطلع هيدا اللي صادقوا آخر فترة هو الصديق اللي يكمل معه كان سيدنا الخضر وسيدنا موسى قصة مشهورة ومسكورة بالقرآن طويلة هي بس أنا هاخد لك الجزئية منها اشترط علي سيدنا الخضر لسيدنا موسى نبي بنبي إنه بدي أعزة شفت شي بها الصحبة ما تسألني فوافق سيدنا موسى بالطريق عمل ثلاث أشياء كانوا بسفينة بخشبوا بقلوا بالعمي فقال له كيف عم تعمل هاك وهيدي للناس لأنه ظاهرها إنه عم ينزعلون إياها قال له اتفقنا إنه ما تحب ما تسأل كمل هاك شاف مرقوا على ناس ما استضافوهم فلقوا في حات حيوقع عم صلحلوا إنه هيدول دشرونا وجايد صلح لوني قال له اتفقنا إنه ما تحكي فوصل لمطرح تالت كمان صار معه حادث تالتي فالقصة وين بالأخير قال له هذا فراقه بيني وبين أنبياء شوف لوين إنه اتفقنا نحنا بدك قال له أما بلش يسكروا الحكمة هون يبقى التماس السبعين عزر قال له أما ثقب السفينة فكانت لأشخاص فوقهم في ملك لما يشوف سفينة لناس بياخدها غسما عنهم إذا كانت منيحة لما يلاقي فيها عيب شو بيتركها فكان بدوا يمرؤوها على هالملك بحيث أنه يلاقي فيها عيب فيترك لونيها فكانت خدمة يعني لألون أما هذا الجدار فكان تحته كنز لأيتام إذا هلأ أخدوه صغار بيضيعوه نعم فهو أقام الجدار حتى شو يعني دايما في حكمة من وراء فدايما نلتمس لغيرك الأعذار مثل ما أنت وأنا شو عرض في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من سواك بنفسه ما ظلم بده أحد يحب له الخير أنا ما برضا الناس تعاطبني وتأزيني وتأكل مالي وتغشني وتعمل تمثيل علي كمان أنا بدي كم مع الآخر إن شاء الله يا رب هيك ما حدا يخلى عمره وحياته من صديق الطيب أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام بذكر حضرتك أساس محاضر في الجامعة العالمية في بيروت نورتنا بيوم جديد أهلا وسهلا بك شكرا لحضورك الله يجب بخاطرك مشاهدينا مروح إلى فاصل ومنتابع يهلا وسهلا بك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة